بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن شاء الله رح نتكلم عن درس مهم جدا وهو ذهاب ماء الأرض يبلغ نصف قطر الأرض 6400 كم تقريبا تبلغ سمك القشرة الأرضية وسطيا 30 كم تحت القرات والجبال ولكن تصبح بحدود 5 كم تحت قاع المحيطات والبحار وهذه الطبقة هنا رقيقة وقابلة للكسر ولذلك تنقسم القشرة الأرضية إلى 12 لوحا وأكثر ولذلك فأن كتل هائلة من البحار تنزلق من قاع المحيطات وتقوص في أعماق الأرض ويتجوب الأرض أيضا يقول العلماء يحسون طبعا المتخوف من ذهاب كميات من الماء العذب عميقا في الأرض وعدم تمكن البشر من الاستفادة منه صراحة ما نقول له سبحان الله لقد حدر القرآن من مثل هذه الظاهرة وأخبر عن إمكانية حدوث اختفاء للماء بطبقات الأرض يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون سورة المؤمنون آية 18 وأيضا يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم قورا فمن يأتيكم بماء معين سورة الملك آية 30 والله أعلم